اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان من حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم ايده الله هي الاساس الذي يتواصل به تعزيز تنافسية وتقدم القطاع الرياضي في مملكة البحرين ونوه سموه بما تحقق من مجازات ونجاحات مشرفة في قطاعي الشباب والرياضة كانت ثمار العمل المخلص والمتفاني من كافة اعضاء فريق البحرين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الاخضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الاخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ دعيج بن سلمان الاخليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة حيث اهدى الى سموه نسخة من كتاب الملك القائد والرياضي الرائد والذي اعدى بمباركة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة مشيدا سموه بكافة الجهود الطيبة المبدولة في اعداد الكتاب والذي يحتوي على اربعة فصول عن مراحل حياة جلالة الملك المعظم في القطع الرياضي منذ النشأة واعرب سموه عن شكره وتقديره لجهود معالي الشيخ دعيج بن سلمان الاخليفة ودوره البارز ضمن المجلس الاعلى للشباب والرياضة في دعم تقدم الرياضة البحرينية عبر مختلف البرامج والمبادرات والاستراتيجيات التي يتم عليها بما يسهم في تحقيق النهضة الشبابية والرياضية ويصب في رفعة ونماء مملكة البحرين واكد سموه على همية توثيق ابرز المحطات الرياضية في تاريخ البحرين وتسليط الضوء على مسيرة جلالة الملك المعظم في دعم الرياضة والمواهب والكفاءات البحرينية لتضاف إلى الإصدارات التي تعد مراجع هم ومصادر إلهام للأجيال القادمة من جانبه أعرب معالي الشيخ دعيج بن سلمان الاخليفة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من دعم واهتمام بقطاعي الشباب والرياضة وحرص سموه المستمرة على تعزيز تقدمه بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة وتحقيق الخير والنماء لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر